السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله مساءكم بكل خير معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة اليوم بدي أعلمكم أفضل طريقة لتكاثر نبتة الروزماري أو كليل الجبل أو حصلبان هاي النبتة المعروفة بفوائدها الصحية والطبية وبأكثر من طريقة لتكاثرها اليوم بدي أتكلم عن طريقة تكاثر نبتة الروزماري من خلال نبتة الصبار وهاي الطريقة فريدة وبإمكانك تجربها سهلة جدا أول شي نجيب قطعة صبار ونفتحها من الوسط ونجيب عقلة من نبتة روزماري ونحطها بنبتة الصبار ونجيب كاسة مي ونحط العقلة بكاسة المي وخلال عشرين يوم بدها تجذر وبإمكان نزراعها بالأرض المستدامة أو نحطها بقلب سطل ونبتة الروزماري معروفة بفوائدها الصحية والطبية العديدة ومثل ما لكم شايفين أخوتي بعد مرور عشرين يوم صار في عنا جذور بنبتة الروزماري وإحنا حاليا بدي أشوفكم طريقة زراعتها أول شي إحنا بإمكان نجيب سطل صغير أو سطل كبير ونحط النبتة بقلب السطل بهذا الشكل وبعدين نفضي فوقيت هتراب وبالنسبة للتربة المستخدمة حية لنوع تربة تصلح لزراعتها نهز التربة بشكل جيد ونسقيها ويفضل نحط النبتة بمكان ظل ونسقيها كل يومين أو كل يوم مرة وأهم شي نحافظ على رطوبة التربة وفي ثلاث طرق لاستكثار نبتة الروزماري الطريقة الأولى من خلال العقل والطريقة الثانية من خلال التكذير المائي والطريقة الثالثة من خلال التكذير الهوائي وصلنا إلى نهاية الحلقة كان معكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة السلام عليكم ورحمة الله